منظومة الكترونية متطورة ذات كفاءة عالية تعرف بشمولها في تقديم العديد من الخدمات التجارية التي توضع بين يدي الراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية بدءا بتسجيل وترخيص المنشآت التجارية وانتهاءا بطرح الشكاوى المتعلقة بسجل تجاري ما والحصول على الإجابة الشافية دون أي تأخير إن مدارات الاقتصاد واحتواء ظروفه وحتى تنشيط حيويته كفيل بأن يقطع دابر أقفال المعيقات التي قد تنشأ بين الحين والآخر معطرضة مؤشرات صعوده تارة ومعكرة صفو أجواء بيئته تارة أخرى وغير بعيد عما سبق الإشارة إليه فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وعت عددا من التدابير العصرية التي تأخذ بيد الاقتصاد الوطني نحوه جهات آمنة لا بطلانة لصلاحية قواعدها قواعد ثابتة ترتكز على جملة من القوانين التي يستدفئ بوهجها القطاع التجاري وتشكل كخارطة طريق تضمن له سيابية حركته وتنقله من محطة نهضوية إلى أخرى تتبعها قانون السجل التجاري وقانون الشركات التجارية تم إدخال عدة تعديلات عليهم في العوام الماضية كلها أيضا تهدف إلى سهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات من دون التضحية في الرقابة وتأكد من صحة المعاملات التجارية ومكافحة غسيل الأموال والعمليات الغير شرعية منظومة إلكترونية تتكامل بكفاءتها وتعرف بشمولها في تقديم خدماتها التجارية المتنوعة بدءا بتسجيل وترخيص منشآت التجارية وانتهاءا بتقديم الشكاوى المتعلقة بسجل تجاري ما والحصول على الإجابة الشافية دون أي تأخير علما بأن ذلك يتم عبر آلية الربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة دخلنا مزايا جديدة مثل اللايف شات على النظام بحيث أن الواحد ممكن يسأل ويحصل على جواب فوري عن استفساره والهدف كلها طبعا إلى أن نرتقي بالنظام بحيث يكون أسهل وأسرع وأكفأ لإنتاج المعاملات في إصدار السجل التجاري أو أي شيء يتعلق بتغيير ملكيات أو إضافة أو حذف أنشطاء أو تعديل في عقود التأسيس المتعلقة بالشركات فكلها إن شاء الله تصب في خدمة المستثمر البحريني أو الاستثمار الأجنبي في دعم القطاع التجاري وتسهيل الإجراءات في إصدار السجلات التجارية جهود حثيثة أخرى تبذل من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مجال حوكمة الشركات الهدف منها بناء مؤسسات تجارية تعمل وفقا لمتطلبات مهنية وضوابط قانونية عملنا عن قرب مع جهات خارج البحرين سواء من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة لضبط عملية حوكمة الشركات سواء في الشركات العائلية والخاصة أو الشركات المساهمة والحمد لله مؤخرا البحرين تمكنت من أنها تحصل على تصنيف مميز وتم تأكيد ذلك خلال الأسابيع الماضية قريبا أن البحرين تم نجاحها في التدقيق الذي جرى عليه وهذا يعطينا دعم كبير لسمعة البلد في المقام الأول وأيضا لجودة المناخ الاستثماري والتجاري في مملكة البحرين خصوصية تلازم كيفية قراءة عالم المال والأعمال والتعامل معه ومعينة الأسباب والحلول التي يتحقق معها ازدهار هذا المجال الهام الذي يضمن باستقراره وتطوره فعالية المجالات الأخرى القائمة على ديمومته واستمرارية حياته ونموها لتلفزيون البحرين محمد رشادات